في ولاية أوهايو الأمريكية دخل رجل يبلغ من العمر مئة عام موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونه أكبر طبيب عامل في العالم وحصد دكتور هوارت تاكر اللقف في فبراير عام 2021 حين بلغ من العمر 98 عاما و231 يوما وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية قصة هذا الطبيب ستعرض في فيلم وثائقي هذا الطبيب ينتمي لمدينة كليف لاند طبيب العصاب هو مارس طب منذ عام 1947 مستمر في تقديم خدماته للمرضى مرتين في الأسبوع إذ قال الناس يقولون لي إنني أبلي بلاء حسنا بالنسبة للرجل في المئة من عمره وأتساءل في نفسي كم مرة يقابل هؤلاء طبيبا يبلغ من العمر مئة عام لا أظن أنني قابلت شخصا آخرا يبلغ من العمر مئة عام لم أقابل إلا نفسي وفضلا عن إنجازاته في المجال الطبي حصل الطبيب تاكر على شهادة في القانون أيضا وكان جنديا في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية وشغل منصب رئيس قسم علم العصاب في الأسطول الأطلسي خلال الحرب الكورية ترجمة نانسي قنقر